أعلنت جمعية قلالي للصيادين عن تأييدها لجميع إجراءات وزارة الداخلية لحماية الصيادين البحرينيين الذين يتعرضون لأبشع الأسليب والاعتداءات من خفر السواحل بدولة قطر في صورة من صور الإرهاب الذي يستهدف البحارة الآمنين خلال تأديتهم لعملهم في مهنة الصيد وهو مصدر رزقهم الوحيد وثمنت الجمعية الاهتمام من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السامية على إدامة التواصل مع المواطنين ومساعدتهم في حل قضاياهم وكذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وحفظ حق البحارة كما ثمنت دورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ومتابعته الحثيثة لشؤون البحارة وسبل دعمهم وأكدت الجمعية أهمية دور وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ودوره المحوري في متابعة البحارة والاهتمام لشؤونهم والاستماع إلى ما تعرضوا له من تصرفات قطرية متهورة وخطيرة تخالف العادات والأعراف والتقاليد وتعديها غير المبرر على البحارة وممارسة العنف معهم ومعاملتهم بشكل سيء في سجونها وعدم توفير كافة الحقوق في التحقيقات في النيابة العامة والمحاكم القطرية وعدم تنفيذ الأحكام في حال كانت في صالح البحارة مما يعكس الاستهداف الواضح للبحارة البحرينيين ترجمة نانسي قنقر